سلام يا صبايا حاب اليوم شارككم بوصفة غير الشكل يلي هي وصفة الخبز العربي بأيام تمانينات والتسعينات ما كانت وجدت خبز العربي بألمانيا بالأسوأ فلحال السبب كنت بهديك الزمان بشكل يومي أخبز خبز العربي مع الوالدة في البيت وبفرن العربي وبعد فترة طويلة إجا عبالي إرجع أخبز خبز العربي بنفس الوصفة يلي أنا والوالدة كنا بهديك الزمان نعتمد عليها ومثل العادة مثل ما كنت معودة من زمان خبزت خبز العربي بفرن العربي ولكن كان عندي فضول شوف شو هو الفرق لو الواحد نفس الوصفة بيخبز الخبز على الطويلة لها السبب عملت التست بهيدا الفيديو خبزت الوصفة هي زيتا ونفسا مرة على الطويلة ومرة مثل العادة بفرن العربي وبآخر الفيديو رح أحتيكن إن شاء الله عن النتيجة وشو هو الفرق بالزبط وعندي ملاحظة تانية بهديك لنهار كنت عاملة شاورما اللبنانية مع الخبز العربي وإن شاء الله النشرة تانية حتحكي عن الشاورما اللبنانية على أصولها 100% حبيباتي إذا عجبتكن الوصفة مع طريقة التحضير ادعموا قناتي بلايك أو حتى بتعليق قبل ما بيشر بالتحضير بحب أعطي ملاحظة مهمة بالنسبة للخميرة لحتى أحصل على نتيجة مضمونة لأفضل تكون الخميرة فرش ومش خميرة فورية يلي بتجي بشكل البودرة وملاحظة مهمة إذا كانت الخميرة بالبراد بشيلها عدة ساعات من البراد لحتى تنزل درجة حرارة الخميرة على درجة حرارة الغرفة وبعد منها فيني بدون أي مشكلة تابع التحضير أولا بدي حضر الخميرة اللي فرش لحتى تفوخر وتعطي فعالية حطيت بوعاء 100 ملة من الماء الدافي مع معل أكبيرة من السكر وبصير فرفة الخميرة اللي فرش مع الماء والسكر وبضوبنه كتير منيح وبحطن بمكان دافي لغاية 10 دقايق هايدي خطوة من أهم الخطوات بالعجين لحتى يطلع معنا العجين ناجح متل ما لازم يكون بعد حوالي 10 دقايق رياحة بتبين أنه الخميرة شكلت رغوة على سطح الماء هايدي علامة كتير منيحة أنه الخميرة فعالة وشغالة معنا هايك بيكون تقريبا شكل الخميرة بعد الرياحة بعد مننا بزين 750 جرام من الطحين وبضيف على الطحين مع الأكبيرة من السكر مع الأكبيرة من الملح ومع الأصغيرة من باكم باودر إضافة الباكم باودر اختياري فيكن تستغنوا عن الباكم باودر ولكن أنا بحب ضيف مع الأصغيرة بالعجين بس لحتى يحفظ الخبزة لتاني يوم طازع وبنفس الكاسة بعير 350 ملي من الماء الدافية وما بضيف الماء دفعة واحدة على الطحين بصير ضيف الماء شوي شوي وبالتدريج هيك لحتى تشكل عندي عجينة لازقة بس حبيباتي بحب أكد عليكم ما تتقيدوا ب350 ملي من معيار الماء يلي أنا استخدمتها للطحين حسب نوعية الطحين بتصير إضافة الماء لها السبب لازم ضيف الماء شوي شوي وبالتدريج هيك لحتى تصير عندي عجينة لازقة وهيك لازم تكون العجينة بعد العجن يعني شوي لازقة على الإيد وبدها نسطح العجينة بزيت الزيتون وبحط العجينة حوالي 3-4 ساعة لترتاح بعد رياحة 3-4 ساعة بمكان دافي ما شاء الله بتضعف حجم العجين وبيعبي هوا هيك بيكون كتير رائع وإن شاء الله حتطلع العجينة ناجحة من بعدها بعجن العجينة مرة صغيرة هيك لحتى بس اتخلص من الهوا يلي تشكل بقلب العجينة وبصير قطع العجينة حسب الرغبة إذا لزم الأمر بلت إيدي بالطحين لحتى قطع العجين من غير ما تلزق العجينة على إيدي من أصل 750 جرام من الطحين قدرت تشكل 11 رغيف بحجم وسط من بعد ما قطعت العجين بحط الفوطة عليهم وبغطيهم وبتركهم كمينة مرة يرتاحوا حسب درجة حرارة المطبخ بين الربع ساعة للتلت ساعة بعد حوالي تلت ساعة ريحة ما شاء الله بتدعف حجم العجين والخطوة اللي بعدها بدي جهز العجينة لحتى افردها ويطلع شكلها ظريف ومبروم لازم حط القطعة العجينة على الطحين وبهالأثناء لازم اضغط العجينة بشكل مبروم هيك بيكون عم جهزة لحتى افردها وبعدين هيطلعوا كلهم نفس الشي مبرومين وزراف كمينة بهيدا المحل عندي ملاحظة من الملاحظات المهمة لحتى يطلع معنا خبز العربي ناجح لازم الخبزة يكون رقيقة لهذا السبب لازم افرد العجين بشكل يكون رقيق يعني بدي حاول افرد العجينة لتكون برقة المنقوشة وحتى كمينة ارقق بشوي على سبيل المثال اذا افردت العجين برقة عجينة البيتزا فاكيدة حكون النتيجة مختلفة وحتطلع الخبزة مخصة بخبز العربي حبيت ارجيكم صورة عن قرب لتشوفوا انه تقريبا كيف لازم يكون الرغيف رقيق وهيك بفرد العجين بهيد الرقة لحتى بعد الخبز يطلع معي خبز العربي ان شاء الله ناجح وبعد هايدي المرحلة ضروري كتير غطي العجين بالفوطة هيك لحتى ما يتعرض للهوى وينشف العجين عندي وبترك العجين يرتاح لاخر مرة لفترة ساعة بعد فترة ساعة ريحها بيرجع بالضاعف حجم العجين بهيدا المحل عندي كمينة ملاحظة يعني متل ما الرغيف محطوط على الفوطة الاسفل يلي ليمس الفوطة رح سقط الرغيف نفس الشي بالطوية بحيث انه الاسفل كمينة يلمس الطوية بداية بسخن الطوية على اعلى درجة من بعد ما سقط اول الرغيف بالطوية برجع بخفف النار ما بين درجة الحرارة المتوسطة وما بين العيدي بحط الرغيف بالطوية وبستنى لحظات لحتى الرغيف يصير نوعا ما متماسك وبعد منا بصير قلب الرغيف بخلال ثواني وبستنى لتظهر البوالين على السطح واول ما تظهر البوالين على سطح العجينة بختار اكبر بالون معبه بخار بصير بهيدا الشكل بالمعلقة بيضغط البالون بكل ريحة لحتى البخار يوزع بكل الرغيف ويفتح الرغيف بكل ريحة واحيانا بيطلع بوالين بتسرب بخار بصير بالمعلقة بسكر الفتحات من محل ما عم بيسرب البخار وبنفس الوقت بحاول بالمعلقة اضغط البخار لحتى يوزع على كل الرغيف وطبعا بخلال ثواني عديدة بدي ضلني قلب بالرغيف مش بس لحتى ياخد لون الدهب الحلو ولكن لحتى الحرارة تتوزع بشكل متسوي بقلب الرغيف ويفتح الرغيف بكل سهولة بالنسبة للحرارة ما في مقارنة الخبز على الطواية وما بين الخبز بفرن العربي يعني الخبز على الغاز بتكون الحرارة كتير ضعيفة للخبز العربي لهالسبب بدوا الخبز العربي على الغاز خفية ولمسات معينة ولكن الحرارة بفرن العربي بتكون كتير عالية وكتير مناسبة لخبز العربي بمجرد ما حط العجينة بالفرن على قوة الحرارة العجينة لوحدة بتفتح بدون اي مجهود او اي لمسات تانية احيانا بيطلع ارغفة بده شوية طولة بال مثل مثلا هيدا رغيف شكل البالون على الطرف وسرب كل البخار وبهيك زرف بدي يروح بالمعلقة وسكر الفتحة الكبيرة لحتى يرجع يجمع البخار ويوزع البخار بكل الرغيف وطبعا بدي يرائب كل البوالين يلي عم يسربوا البخار احتمال يطلع بالون اثنين وثلاثة عم يسربوا البخار فبالتاني معلقة بييد التانية بسكر الفتحات يلي عم يتسرب منها البخار وحيانا بيطلع ارغفة ولا اسهل مثل مثلا هيدا رغيف شكل بالون كبير وعم بيوزع الحرارة على كل الرغيف ومن الرغم هيك بدو مساعدة للرغيف يعني بهيدا الشكل بصير اضغط بكل راحة بالمعلقة على سطح الرغيف ليتوزع البخار بشكل متسوي واهم شي حبيباتي دالكن ترقبوا البوالين يلي عم تسرب البخار وتسكروها بالمعلقة وبنفس الوقت بتضغطوا على البالونة لحتى البخار يتوزع بهيدا الشكل على كل الرغيف ولحتى الخبزة بعد الخبز تحفظ الطراوي لازمه ضروري كتير وحطه فورا تحت الفوطة وغطيه منيح وبهيدا الشكل بخبز الخبز العربي بالفرن العربي بحط اول شي لرغيف على سطح الفرن يعني تقريبا شي دقيقة لحتى يصير نوعا ما متماسك لرغيف برجع بسقطه بقلب الفرن وبستنى لياخد لون الدهبي وبس ياخد لون المطلوب حسب الاختيار فيني اسحب الرغيف من الفرن وحطه تحت الفوطة وغطيه او بقلب الرغيف على الجهة التانية لحتى ياخد لون يعني بأثناء ما عم تصير العجينة على سطح الفرن بنفس اللحظة بياخد لون الرغيف التاني داخل الفرن يعني ما شاء الله الفرن بخبز العربي الحرارة بتكون كتير عالية وكتير مناسبة للخبز العربي يعني بمجرد ما حط لرغيف بقلب الفرن بخلال ثواني وبدون مجهود بيفتح للرغيف وبحب ضيف شغلة كمينا يعني الخبز العربي شبيه للخبز الفرنجي يعني الخبزة ما طيبة بس بهيديك لنهار هي وطازة ولكن ست البيت عندها الاختيار تعمل كمية مثلا من الخبز العربي وتفرزهم باللفريزة وعند الطلب بتشيل الخبز من الفريزة وبيكون كأنه طازة بنفس النهار وبس للتسكير إضافة الباكم بودر بالعجينة بتحفظ الخبز لتاني يوم طازة وصار لازم خبركن عن الفرق ما بين الخبزة يلي خبستها بالفرن العربي وما بين الخبزة يلي خبستها على الغاز وبالطواية الخبزة يلي خبستها بفرن العربي وحاليا موجودة على الصورة مواصفات الخبزة طرية ومطاطة ولكن ناشفة وملمسة خشن وبس يأكل الواحد الخبزة يلي مخبوزة بفرن العربي بيحس نفس المواصفات بيحس بتتم إن الخبزة طرية ومطاطة ولكن ناشفة وملمسة خشن عم بفتح الخبزة لحتى تشوفوا إنه حقيقة مطاطة وطرية ولكن ما بعرف إذا بتظهر عليكم ملمسة خشن وناشفة يعني إذا فيني أعطي رأيي بالخبزة يلي انخبزت بفرن العربي النتيجة كلها على بعضها لبأس والصورة يلي زهرة حاليا على الفيديو هيد الخبزة يلي خبستها على الغاز وبالطوية مواصفات الخبزة يلي خبستها على الغاز حقيقة ما بعرف كيف بدي أوصفها طرية أكتر من الطراوي ومطاطة مثل المغايت وملمسة كتير ناعم مثل الحرير كل المواصفات يلي زكرتها بتظهر عند الأكل بالتم يعني الواضح إنه الخبزة ناعمة مثل الحرير وطرية أكتر من الطراوي ومطاطة مثل المغايت حقيقة لقمة ما بتتفوت وكتير لذيذة قبل ما أختم الفيديو حابي أعطي آخر تعليق بالنسبة لرقة الخبزة هي نفس رقة الخبزة يلي بتتواجد بالأسواق ولكن العجينة هي أساسا هاشة وكتير طرية بتخدع الصورة وبيظهر كأن الخبزة سميكة حقيقة خبز العربي بنسب لكل الأوقات إن كان على الترويقة لفت لبنة أو إن كان على العشا أو حتى لفت ششتاوق أو لفت الكفتة أو أي الحومات أو مشاوي بهيديك لنهار كنت عاملة خبز العربي مع الشاورمة اللبنانية على أصولها إن شاء الله قريبا رح نزل شاورمة اللبنانية الأصلية على أصولها فترقبوا قناتي وما تفوتكن الوصفة حبيباتي وصلنا لآخر التحضير بتمنى هيدا الفيديو نال أعجابكم بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع وصفات إمعالي ترجمة نانسي قنقر